تستهدف الدولة إحداث نقلة في التنمية العمرانية عبر جيل جديد من المدن الذكية يرتقي بالحياة اليومية للمواطنين وكذلك تتوائم الاستراتيجية المصرية مع مخططات تنمية حياة المصريين في كافة المجالات وهو الأمر الذي نال استحسان المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية مفهوم جديد للمدينة الذكية والمستدامة تنفذه الدولة حالياً كأحد الأسس الرئيسية للحياة بالجمهورية الجديدة فمصر تقوم ببناء 25 مدينة من مدن الجيل الرابع بمساحة إجمالية قدرها 580 ألف فدان لاستيعاب نحو 30 مليون مواطن وتوفير فرص عمل جديد تماشياً مع استراتيجية مصر 2030 وخلال السنوات السبع الأخيرة لقت مشروعات الإسكان والمدن المستدامة دعماً كبيراً من الرئيس السيسي الذي آمن بقدرة أبناء مصر في البناء والتنمية ومن ثم انطلقت الدولة في تنفيذ مئات الألاف من وحدات الإسكان التي تناسب شرائح الدخل المختلفة وتتبنى الدولة مخططاً استراتيجياً للتنمية العمرانية يستهدف زيادة مساحة المناطق المعمورة في شتى أنحاء الجمهورية من بورسعيد والجلال شرقاً إلى العالمين والفرفرة غرباً ومن المنصورة الجديدة شمالاً حتى تشك الجديدة جنوباً مروراً بمدن غرب أسيوت وغرب قنى وغيرها من المدن كما تأتي العاصمة الإدارية الجديدة كدرة التاج على رأس المدن الذكية الجديدة بمساحة إجمالية تبلغ مئة وسبعين ألف فدان وعدد السكان يصل إلى ستة ملايين وخمسمات ألف نسمة عند اكتمال نمو المدينة إنها مشروعات أسهمت في حصول مصر ممثلة في وزارة الإسكان على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021 في مجال تطوير العمران المستدام وذلك من بين أكثر من مائة وسبعين ترشيحاً هي إذن مشروعات طموحة تستهدف مجابهة النمو غير المخاطط وزيادة الرقع العمرانية بما يخدم التنمية ويؤسس لمدن مصرية عصرية حديثة لحقبة جديدة من حضارة مصر العريقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر